اشتركوا في القناة اربع البطولات على الساحتين الوطنية والقومية نستذكر بطولات الجيش العراقي على امتداد ارض الوطن وعلى امتداد ارض الامة العربية هذا الجيش الذي عبر التاريخ ضحى بالغالي والثمين من اجل حقوق الامة في كل مكان لذلك احتدنا في كل سنة مثل هذا ان نقوم بزيارة هذا النصب حيث زار السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس يرافقه الملحق العسكري في السفارة العميد الركن اياد الربيعي هذا اليوم مقبرة شهداء الجيش العراقي في محافظة المفرق الاردنية بمناسبة الذكرى الثانية والتسعين لتشكيل الجيش العراقي حيث اكد ان هذه الزيارة تعد تكريما للجيش العراقي الذي ما دخل في تقديم التضحيات في سبيل القضايا العربية ومساعدة اشقائه العرب في المحن كافة الذكرى الثانية والتسعين لتأسيس الجيش العراقي الباسل اولا نستذكر شهداء هذا الجيش العظيم الذي قدم الشهداء في سبيل القضايا العربية المصيرية وزيارتنا لهذه المقبرة الموجودة في المفرق هي وجود مقابر جثامين هؤلاء الابطال شهداء الجيش العراقي دلالة على مساهمة هذا الجيش في الدفاع عن القضايا المصيرية العربية في الحربين حرب 48 و67 وايضا في هذه المناسبة يسعدني باسمي وباسم منتسبي السفارة العراقية وجميع الملحقيات أن نقدم خالص التهنية والتبركات لكل مراتب ضباط ومراتب وجنود الجيش العراقي في هذه المناسبة العطرة هذا الجيش الذي هو عبارة عن نسخة مصغرة من الشعب العراقي فتجد أنه ابن البصرة وابن الموصل يجلسون سوية ويأكلون في على نفس المائدة يمثل الوحدة الوطنية الكاملة للعراق ونرجو في هذه المناسبة ومع بداية العام الجديد كل التوفيق والأمن والاستقرار لعراقنا العزيز ووضع الحضور أكاليل الزهور على صرح الشهداء وقرأوا الفاتح على أرواحهم الطاهرة في حين عزف الصداحون لحن الرجوع الأخير منذ تأسيسه قبل 92 عاما والجيش العراقي يسطر أروع الملاحم البطولية في الدفاع عن أمته ووطنه وهذه مقبرة شهداء المفرق للجيش العراقي أكبر دليل على ذلك من محافظة المفرق الأردنية غسان عدنان قناة الرشيد الفضائي ترجمة نانسي قنقر